أهلاً وسهلاً بحضراتكم، دكتورة فاطمة الزهراء سالم، أستاذ علم اجتماعي التربية بكلية التربية جامعة عن شمس، قسم أصول التربية النهاردة هنتكلم عن، في سلسلة محاضراتنا في علم اجتماعي التربية، هنتكلم عن موضوع حيوي جداً وهو موضوع التفاوض الاجتماعي في التعليم الأجندة بتاعتنا بتتكلم عن أربع موضوعات رئيسة، إيه هو مفهوم التفاوض الاجتماعي، نظريات التفاوض الاجتماعي، التفاوض الاجتماعي في التعليم وبعد كده بعض الأبحاث والدراسات اللي اتكلمت عن التفاوض الاجتماعي في التعليم في حقيقة الأمر عرف علم التفاوض منذ قديم الأزل مع شعوب العالم القديم كأداء رئيسة لإدارة العلاقات الإنسانية بين أطراف النزاع أو بين الفئات المتنزعة فيما بينها واستخدم هذا العلم في العلاقات الخارجية بمعنى التشاور وجاء اللفظ على لسان الملكة بالقيس ملكة سبق في القرن العاشر قبل الميلاد تما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد الكثير من المفاوضات من أجل الصلح وتحسين العلاقات بين القبائل بعضها البعض وبين الأطراف المتنزعة فكان التفاوض هو سمة العصر الإسلامي أو العصور في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل تحسين العلاقات الإنسانية وإدارة هذه العلاقة وتعود الدراسة العلمية لعلم التفاوض إلى عام 1716 مع فرنسيس ديليد دو كالرس كممارس للفن الدبلوماسي وأيضا فورتين عام 1960 ودراسة التفاوض كعملية أو كتحليل نفسي واجتماعي لمجمع العملية التفاوضية وأنماط الشخصيات المتفاوضة في حقيقة الأمر أن علم التفاوض أو مفهوم التفاوض الاجتماعي تطرق إليه الكثير من العلماء والسوقات والمفكرين المعنيين بهذا الأمر سواء كانوا علماء اجتماع سياسي أو علماء الاجتماع أو علماء النفس أو علماء الإدارة أو المعنيين بالسياسة الدولية في أول تعريف للتفاوض الاجتماعي على النوع عملية تفاعلية ديناميكية أو حركية مستمرة تستهدف حل التقارب وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنزعة للوصول إلى طراضي أو أرضية مترقة حول قضية ما أيضا هي سلوك إنسانية تأثر بالمتغيرات المحيطة بهدف حل الصراع أو وإدارة العلاقات الإنسانية لضمان المصالح المشتركة أيضا اجتراع وسعرف التفاوض الاجتماعي من خلال مجموعة من الكي ويردس أو الكلمات المفتاحية معناها المساومة والتواصل والترتيب والتوافق والفهم والتعديل والتعاون أيضا جون إنجرام في عام 1990 حدد التفاوض من خلال مجموعة من مجالات الدراسة أول خمس حاجات دول أو خمس مجالات للدراسة اللي معني بها علم التفاوض الاجتماعي البيزنس بيزنس اندوستريال بوليتيكال سايكولوجي علم النفس الاجتماعي علم النفس الاصطناعي والسياسي والتجاري انتر برسنال كونفليكت ريزوليوشن حل الصراع الشخصي دراسة اللغة تطور ونمو اللغة وأيضا اللغة الثانية والمتحدثين بها نظرية الدور وعلم النفس المؤسسي وكل دي مجالات دراسة التفاوض الاجتماعي في مجال التعليم وفي الحياة العامة وفي مجال علم النفس وفي مجال التجارة أو مجال المشروعات وإدارة الأعمال ومجال الصناعة وأيضا مجال السياسي في حقيقة الأمر هناك العديد من النظريات التي تحدثت عن التفاوض إلا أن أبرز هذه النظريات التي عني بها علماء الاجتماع وعلماء السياسة والمفقفين والمفكرين أول نظرية هي نظرية البنائية أو النظرية البنائية كما حددها دورفايم وبارسنز وأيضا أدلر وكروتشيل وقال في هذه النظرية تحترم الثقافات المتعددة وحرية احترام الثقافات والعمل على بث القيم الأساسية أو بث القيم الأساسية واحترام الهويات المتعددة وإن القيم والهوية بتلعب دور كبير جدا في المصلحة الوطنية وإشاعة ثقافة الأمن والأمان أيضا النظرية البنائية بتهتم وتفتح المجال للعلاقات الاجتماعية أكثر من المصالح أو المكاسب المادية أيضا نظرية صناعة القرار وهذه النظرية مهمة جدا لأهمية دراسة القرار وكيفية اختيار القرار المناسب والوصول إلى أفضل القرارات التي ترضي جميع الأطراف وكما حدد سنايدر هذه القرارات أو عملية صناعة القرار في مخططه أو في النموذج اللي اقترحه وقال درورة التوصل إلى قرار مشترك ودراسة عملية صنع القرار وتأثيرتها على العلاقات الدولية من أهم الدراسات التي يجب أن تطرح على الساحة ويجب أن يعنى بها علم التفاوض الاجتماعي وأيضا ضرورة دراسة السياقات سواء كان المحيط الداخلي أو المحيط الخارجي قبل صناعة القرار السياسي أو القرارات بصفة عامة أثناء التفاوض أو عملية التفاوض أيضا كما حدد مصله هرم الحياجات أو احتياجات الإنسان أيضا من حيث الأمن وتحقيق الغذاء وتحقيق الزات والتموح والهرم الخاص بمصله أيضا هناك نظرية لحاجات أخرى تتعلق بالتفاوض كما حددها جري وقال أن لابد من الوضع في الاعتبار الاحتياجات الأساسية لعملية التفاوض وترتيب الحاجات الخاصة للعملية التفاوضية ووضع الأولويات لعملية التفاوض والقواعد الأساسية للتفاوض كي يتم حل الصراع أيضا من ضمن النظريات المهمة جدا الخاصة بي واللي قال بيها جيمس شالنبرغ في نظرية حل الصراع أو الconflict resolution وحقيقة مهمة جدا وهي لابد التوصل إلى تسوية فض المنازعات دراسة أسباب ندرس إيه هي أسباب الصراع وأثار المنازعات على العلاقات الدولية وتأثيرتها لمدة سنوات طويلة على العلاقات الدولية ومن ثم شيوع الاضطراب والفوضى أكتر من في حقيقة الأمر هناك مصفوفة في غاية الأهمية تحدث عنها أليكساندر هايم والويكي وهذه النظرية تقوم على محورين أساسيين وهو إما نهتم بالعلاقات في عملية التفاوض أو نهتم بالنتائج المتحصل عليها من عملية التفاوض لذلك لو إحنا دراسنا كده هذه المصفوفة أو هذه المربعات من اليمين إلى أو من المحورين الأولين المتعلقين بالهاي أو أعلى شيء مترتب على الاحترام أو البقاء على العلاقات بين البشر أو المؤسسات أو الدول أو الجماعات المتفاوضة على قضية ما هنجد أن فيه في أول مربعين عندنا من جهة اليمين collaborative معناها التعاون يعني حضرتك هتكسب وأيضا المؤسسة أو الطرف المتنازع على قضية ما هيكسب أيضا لأننا نحترم القواعد ونحترم العلاقات بيننا كدول أو بيننا كأفراد أو بيننا كأطراف متنازعة على قضية ما أو عند مناقشة قضية ما ومن ثم كل الطرفين سيصل إلى نوع من أنواع التسوية أو نوع من أنواع الحل الوسط أو القرار الوسط الذي يرضي جميع الأطراف إذن هنا بيكون فيه collaborative أو تعاون من ناحية الشمال هنلاقي اللي هي accommodating accommodating معناها التكيف أيضا هنا في مرحلة متعالية جدا أو متسمية بنقول عليها high ليه لأنها high ليه لأنها تقعلي قيمة للعلاقات الإنسانية بين الدول أو العلاقات بين الدول أو الجماعات أو الأفراد وهنا نحن سنتكيف مع الوضع الحالي وسنحاول نخسر بعض المكاسب من أجل البقاء على العلاقات so here معناها accommodating lose to win يعني هنخسر من أجل الحصول على مكاسب وطبعا دي أعلى مرتبة من الحفاظ على العلاقات الإنسانية والعلاقات بين الدول أو بين الأطراف المتنزع حول قضية ما لو جينا للمربعات في الأسفل أو المربعين في الأسفل من جهة اليمين هنلاقي حاجة اسمها competitive competitive هنا أنا رغم يعني تحت أي تكلفة أو مهما كانت التكلفة أنا هكسب هكسب بصرف النظر عن العلاقات إذن هنا بركز على outcome على النتيجة أو على المكاسب المتحصل عليها يبقى competitive هنا win at all cost يعني مهما كانت التكلفة أنا هكسب وهنا win lose win هنا معناها أن اللي داخل عملية التفاوض هيكسب رغم بصرف النظر عن العلاقات بصرف النظر عن الخسارة المادية أو الخسارة أو الخسارة المعنوية ولكن بصرف النظر عن قطع العلاقات والصلات ولكن هنا سوف نكسب القضية المطروحة وسوف نقاتل من أجل الكسب وهنا هتكون هنا الاهتمام بالنتيجة والاهتمام بالعائد أكثر من الاهتمام بالعلاقات avoiding من جهة الشمال الأسفل هنلاقي في المربع أو في المصفوفة التي أمامنا هنلاقي avoiding avoiding معناها تجنب أو تجنب الصراع أصلاً ودي أفضل حاجة لما يكون الإنسان طبعاً أفضل حاجة لما هنا ما بيحصلش الصراع ولكنها تعتبر شيء سلبي نتيجة عدم تعميق العلاقات بين الأفراد أو الدول أو الجماعات ولكن avoiding هنا معناها أنا بتجنب الصراع من أساسه ومش بس الطرف واحد اللي بتجنب لأ كل الطرفين بيتجنب الصراع كأن هنا لا العلاقات مهمة ولا العائد من هذا النزاع أو من هذا العملية التفاوضية مهم ومسمى avoiding هنا أفضل حاجة أو التجنب الصراع أفضل حاجة lose lose إحنا كلا الطرفين هنخسر أو أنه هيكون المسألة ليست لها علاقة بالعلاقات أو بالعائد أو لأن المسألة لا تهمني أو لا تهم الطرفين المتنازعين ومسمى لا نحقق مكاسب ولا تقوم بيننا أية علاقات طبعاً الـ 5 negotiating approaches دي كلها مداخل للتفاوض معناها إن إحنا بنستخدم المدخل الـ avoiding ده لما لا بيهمنا العلاقات ولا العائد بنقف موقف الحياد بهذه القضية لأنها لا تهمنا وكمان لن تؤثر على مصالحنا الخاصة accommodating معناها lose to win اللي هي التكيف use when your relationship with the counterpart is more important than the outcome معناها إن أنا هتكيف وهخسر علشان أكسب العلاقات لإني الشريك المنافس أو الشريك المتفاوض معي تهمني العلاقة معاه أكتر من عملية الحصول على عائد أو مكاسب competing معناها الصراع هنا أنا هقاتل هكسب رغم تحت أي ظرف ومهما كانت التكلفة لإني الهمني هنا بقى بيوز this strategy when you want the outcome at all cost مهما كانت التكلفة ومهما كانت العواقب حيث أنا هكسب لإني أنا الـ outcome يهمني أو العائد يهمني أكتر من أي حاجة تانية حتى لو كانت العلاقات فعشان كده أنا هفايت أو كومبيت حتى أصل إلى النتيجة collaborating معناها win-win يعني نظرية الكسب إنت هتكسب وأنا هكسب لإني أنا هنا يهمني العلاقات أكتر من أي شيء وهنا use when both the outcome and relationship are important يعني في collaborating في التعاون العلاقات مهمة والمنتج أو المخرجات أو العائد مهم جدا من عملية تفاوضية اللي اتنين كلا المحورين مهمين عشان كده الأطراف المتنزعة كلا هما سيكسب هذه عملية التفاوض وسيصل إلى أرضية مشتركة compromise compromise معناها تسوية إزاي نصل إلى تسوية بحيث إن إحنا اللي اتنين نكسب وحاجة دي بيقول عليها split the difference معناها split بنلاقيها كتير قوي تبيت معناها قسم الاختلافات يعني حضرتك هتتنازل والطرف الآخر هتنازل عن مسألة ما وهنا بنستخدمها use when the outcome and relationship is important but collaboration but isn't an option يعني التعاون هنا مزي التسوية في مرحلة التسوية مزي التعاون التعاون هنا إحنا الاتنين هنكسب وهنتعاون مع بعض من أجل تحقيق أهداف مشتركة هنا التعاون مش شرط لازم يكون في compromise حضرتك بتتنازل والطرف الثاني بيتنازل من أجل البقاء على العلاقات بين الدول وأيضاً العائد أو أنا بحافظ على العائد أو بحافظ على ال outcome أو النتيجة وإن أنا بحصل على مكاسب ولكن مش شرط إن إحنا نتعاون فيما بيننا كأطراف متنازعة أو كدول أو كجماعات لأن كل واحد فينا ليه اهتماماته الخاصة به ولا توجد اهتمامات مشتركة بيننا يبقى compromise split the difference معناها قسم الاختلاف ودي بنستخدم لما بيكون outcome والrelationship مهمين جداً لكن collaboration is not an option يعني مش خيار أو اختيار إن أنا أصل إلى مرحلة التعاون لإننا إحنا وصلين لدرجة إنه ما هيبقى فيه تعاون ولكن هيكون فيه تسوية يعني كلانا أو كل الطرفين سيتنازل عن بعض الأشياء أو من أجل الحصول على التسوية والحصول على بعض المكان كل الطرفين سيحصلوا على بعض المكان دي الخمس مداخل رئيسة للnegotiation أو للتفاوض وطبعاً بتستخدم في إدارة المواقف المتنوعة والمواقف التفاوضية غير في العملية التفاوض بسرعة بين الأطراف المتنزعة من أجل حل السرعة أما وعن التفاوض الاجتماعي في التعليم فما هي أهمية التفاوض الاجتماعي في مجال التعليم في حقيقة الأمر إحنا لما بنستخدم التفاوض الاجتماعي في مجال التعليم إذن هنا نحن نشجع الطلاب والطالبات على الوصول إلى أرضية التفاهم المتركة خول القضايا والمشكلات التي تعترض الطلاب كزملاء في المدارس سواء في المدارس أو الجامعات أيضا ممارسة حرية التفكير في التقريب ودات النظر، قدرة المتعلمين على إدارة المواقف وحسن التصرف، استخدام مدخل التفاوض في التعليم هيشجع على التعليم التنافسي والتعاوني أيضا، يعني أفرق متنافسة فيما بينها ولكنها متعاونة بعد أن ينتهي الصراع أو بعد أن ينتهي النزاع أو منقشة القضية المطروحة للوصول إلى أفضل حلول ممكنة أو أفضل قرارات تردي كلا الطرفين، أيضا تنمية المهارات المعرفية للدارسين، تفعيل نظريات التفاوض المتنوعة والكثيرة جدا، زي نظرية الحاجة والبنائية وصنعة القرار وحل الصراع اللي نقشناها في بداية المحاضرة، أيضا التركيز في طرح الأولويات والبدائل الأساسية للتفاوض واتحساب مهارات التفايف مع المواقف المتنوعة أيضا من أهم الاستراتيجيات وتعد استراتيجية زكية جدا وهي استراتيجية التكيف مع المواقف الاجتماعية في أعد نفسي جيدا لمواجهة هذه المواقف فيما بعد دراسة الأبعاد النفسي الاجتماعية للدارسين والفروق الفردية فيما بينهم من أهم الأساسيات في التفاوض الاجتماعي في التعليم لأن البعض النفسي والاجتماعي مهم جدا أو النفس الاجتماعي مهم جدا 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 في طرح مسألة التفاوض من أهم الدراسات اللي اتكلمت عن التفاوض في مجال التعليم كانت دراسة قيمة جدا رسالة الدكتوراه في جامعة لندن سنة 1990 عن المجيشية كلاسروم أو الفصل الذي يطبق عملية التفاوض ودراسة قيمة جدا مكونة من 400 صفحة وهي مهمة جدا جدا لدراسة قصص وعمليات التفاوض وأمثلة داخل المتنوعة لعملية التفاوض بين الطلاب والطالبات في مجال التعليم من أهم الدراسات اللي اتكلمت عن التفاوض في مجال التعليم دي دراسة في السويد واتكلمت عن معناها مفاوضات المعلمين حول التحيز فيما يتعلق بعروض الموارد التعليمية للمدارس المقدمة من قبل الجهات الصناعية طيب الدراسة دي بتدور حوالين إيه؟ الدراسة دي كانت بتدور حوالين مشاركة الجهات الفاعلة الصناعية والشركات في مجال العلوم والتكنولوجيا أو تعليم التكنولوجيا في السويد من أجل فتح المدارس لمشاركة الفعاليين الصناعيين قد ينظر إليه على إن وسيلة لجعل التعليم أكتر ارتباطا بالمجتمع إلا أن هذا قد يصير مجموعة من التوترات المتعلقة بضمان قيم الموضوعية والحياد والهدف هو تحقيق كيفية تعامل المعلمين مع الصناع مصانع التجارية والتحيز في مجال التقييمات الجماعية لمصادر التدريس في المنتجة في مجال الصناع وقد تتركز هذه الدراسة أو تبني الدراسة على مقابلات جماعية مركزة مع المعلمين وتم تحليلها من خلال المنظور البيئي أو باستخدام المدخل البيئي على وكالة المعلم وتركزت أيضا على وكالة المعلم من خلال تقسيمات المعلمين لمصادر التدريس على فرعية تقويم الموارد التعليمية من حيث التحيز سواء منحزين لعزيل الموارد التعليمية وتأثرتها على القيم قيمة الموارد من حيث الصحة أيضا والتنوع الطرق المجبولة التي يتم من خلالها تبادل المصالح التجارية والشعارات والإعلان أو استخدام الإعلانات واللوجز أو الشعارات في مجال الصناعة والتحيز في ضوء الأهداف التعليمية المختلفة والمتعلقة بالحياد مقابل القيم المحددة والسلوكيات المتعرف عليها داخل المدرسة طبعا تمت منقشة النتائج فيما تعلق بوكالة المعلم في مختلف هذه التقييمات أو التي تحققت في تلك التقييمات المتعلقة بالمصالح التجارية والتحيز وعملية التحيز وعملية تغيير القيم أو تبادل القيم بناء على هذه التحيزات طبعا هي دراسة قيمة جدا ويبتؤكد على طبعا النظرية البنائية وأهمية القيم مهما كانت المكاسب ولكن أهمية القيم واعتلاء القيم والحفاظ عليها في عملية التفاوض أو في عند منقشة قضية مطوحة خاصة في مجال التعليم آآ برضو في دراسة أخرى باللغة العربية ودراسة قيمة جدا وهي كانت استخدمة المكاسب التفاوضي لتدريس علم الاجتماع لتنمية مهارات التواصل التفاق والتيف مع المواقف الاجتماعية بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي وقبعا اختيار المرحلة السنوية لأن مرحلة الخوار والمالية ومرحلة المراحقة ويتمع الخضرات المعارفين الجانب النفسي لديه المرحلة وعملية السد والجذب والتعصب وهكذا ونسمى هذي اه تقدام التفاوض دي المرحلة لهم جدا من اجل اه اه الوصول الى ارضية متفركة وطعميك ثقافة الحوار ايضا هو وواعد التفاوض وعملية شنع squarر والحفاظ على العلاقات الانسانية وآآ آآ آآ دودة ا مادة المواقف اه الحياتية او المواقف التعليمية داخل آآ منظومة التعليم وخاصة استخدام التفاوضAA poستخدام علم الاجتماع ايضا لضرورة قريب وقات النظر ودراسة الامات السلوكية المتنوعة. السلوك الاقتماعي. وايضا التصرفات الاقتماعية. والوشول الى الاقتماع او الاقتماع. ايضا ما في هذا استخدمت في الاقتماع من اللي هي تحصل ايضا ايضا استراتيجيات التفاوض المتنوعة داخل الكلاثروم مع المعلمين المساعدين الدوليين. وايضا هذه دراسة مهمة جدا لتدريب المعلمين المساعدين على اهمية استخدام استراتيجيات المتنوعة لعملية تفاوضية داخل حق الدراسة. شكرا جزيلا لحضراتكم. كانت معكم دكتورة فاطمة استاذ علم الاجتماعي التربية. آآ في محاضرات في علم الاجتماعي التربية في موضوع جد حيوي. آآ عن التفاوض الاجتماعي في آآ منظومة التعليم. واشكركم واراكم على خير في المحاضرات القادمة ان شاء الله. السلام عليكم احمد الله بركاته.